يمكن أن تتكلم من ذكرت، يمكن أحد حلقات يسر البحري، كنت تشوفه أمس، فكان يتكلم عن، عن، عن هذا الحركة في الغرفة، يقول لبعضهم، فتياتنا تطلع من بيت أهلهم، وهي مثلاً مرة 18 سنة، نعم، فتطلع من الوصاية، خليني نقول أبوية كما يسميها، إلى وصاية البويفريند كلها، توصل لدرجتنا البويفريند، فطبعاً بعد ما تكون خلاص، صارت غاب بينه وبينه هالها مشكلة، توصل لدرجتنا يخليها تشحت، علشان، علشان تعيش، نعم، نعم، وفتقى أن هي بين استعباد، خلنا نقوله، السلطة، نعم، هذا الشخص اللي قال سيذلها، نعم، وبين خوفها أنه ترجع حلها لها، نعم، فأممكن، يعني، هذا هي أحد المشاكل الشيعة، تفضل هذه التحدة الأمريكية، نعم، بلا شك، يعني، فممكن شخص يتساءل، يعني، إذا، 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 إذا الحركة توصل البنت، أنها تطلع من بيتها، وتفصل علاقتها مع أهلها، نعم، إيش ما تصيرها؟ طبعا، يعني، أنا، يعني، أصارحك على أن من الحالات كثيرة التي تصلنا، وكثير من يستنقض بنا، سواء كان أزواق أو كانوا آباء أو أحيان الأمهات، حقيقة، تقف عاجزاً عن مساعدتهم، لأنها، يعني، يعني، بعدما يقع، يعني، هذا التأثير بهذه الأفكار، تكون تلك الفتاة، يعني، في حالة من، الحيرة من أمرها، هي تكون، يعني، لديها حالة من الكراهية، كحقد تقاه آباء والديها، يعني، وكذلك أخوانها، وتطالب هي كذلك بالحرية غير المسؤولة، وترفض الزواج، وتريد الحرية الخارج من طاق الزواج، هذه كلها للأسف الشديد، يعني، تكون مدمرة في النهاية، حالات كثيرة هم أصبحوا وبالاً على المجتمع، المسألة ليست مسألة تلك الفتاة لحالها، وإنما وقودها في ذلك الوضع وفي ذلك التحرر، هي بعد ذلك تضطر لأفعال مشينة، تحول الهداف. بل إن تلك الحركة تسمح لها وتغرص في ذهنها على إن تلك ليست أفعال المشينة، وإنما لك الحق أن تقوم بها خارج أفعال، خارج الزواج، وكإن لأنه قسدك ملكك، وأنت تمنحيه من تشاء، وإنه اللي يسمح لك بالإقهاض، ويسمح لك بالعلاقة، وغيرها، هذه كلها للأسف الشديد من الأشياء التي، كيف لنا أن نسكت عن هذه إذا تحدثنا عن الخضايا؟ طالب، 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 أضحك لأني، وأنت تتكلم، سبحان الله، ذكرت في، ذكرت في بالي تغريدة، نعم، انتشرت مؤخرة، مؤخرا، بدأت مع هذه الفئة، نعم، فكانت في يوم المرأة أتوقع لنا، تقول لنا، شكراً لكل المرأة قدمت كذا، فكان أذكر مضمن شكراً، شكراً لكل المرأة أرتبت موعد غرامي، شكراً لكل المرأة أساعدت أخراف الإجهاض، شكراً، فأنا أستغرب كان إيش، إيش، إيش جدوى هذه العبارات في وسط هذه التهنية، فأغلاء؟ طبعاً، يعني هي نحن لو أتينا لنتحدث عن مضمون ما يقدموه من فكر، يعني المجتمع أنا أعتقد سيطالب بأعلى صوته بتقريم هؤلاء، كل من يتبنى هذا الفكر بتقريمهم، لأنه فعلاً هو قرماً في حق المجتمع، عندما يعملوا على التحريض، وهذا إن شاء الله، يعني أنا أقول أنه الآن نحن بدأنا سنة كاملة للتوعية، يعني سنة كاملة للتوعية، احتمال أن ننتقل إلى مرحلة بعد ذلك، من بعدما يعني أبشرك على أن المؤشرات كلها إيقابية، المجتمع، المجتمع صار واعياً الآن، والذي موجودين الآن هم فقط الضحايا السابقين الذين وقعوا في تلك الحركة، أما المجتمع اليوم أصبح كثة أكثر واعياً، لكنه يجب أن لا نترك أن هذه المسألة التحريض، هذا تخبيب، هذه محاولة للإفساد، للعلاقات السوقية، لا يمكن أن نسمع أو يستمر المنظومة التشريعية محتاجة إلى وراجعة، ومحتاج أن نقف إذا أردنا لهذا المجتمع الاستقرار الإجتماعي، لأنه كلما زالك حالات الطلاب، وحالات التفكي كل سريع، وتشتت الأبناء، كلما تأثر المجتمع من الناحية الأمن الإجتماعي، فعلينا نحن كمختصين، كتربويين، كمواطنين في هذا المجتمع، أن نحافظ على هذه المنظومة، نحافظ على أن تبقى هذا المجتمع متماسكاً، بحيث يسوده الأمن والاستقرار، والأبناء يعيشوا في كنف والديهم، وأن تكون الزوجة، والزوج يخضع كل واحد لحقوقه وواقباته، دون أن يكون هناك ظلماً، وإذا ما وقع اعتداء من الزوج أو من الأب، فالظلم مرفوع، والعنف مرفوض، ولا يمكن أن يسمح به، والمنظمات القضائية، أو القهات القضائية والتشريعية، تأخذ الحق من كل من يتقرى على مثل ذلك، وما أعتقد أن عندنا أي إشكالية في مثل هذا، إن كانت المرأة عندنا، والحمد لله، يعني الفتاة إذا فقط الشاب رمى لها رقم في الطريق، رقم فقط، وهو يؤدي به ذلك الفعل إلى السقن، هذه يعني هنا الحماية، يعني إذا كان فقط رقم ويؤدي به إلى السقن، لأن ذلك يعدى تحرشاً، فالمنظومة التشريعية تحمي الفتاة، وتحمي يعني الزوجة، وتحمي كذلك يعني حتى الفتاة من أبيها، وهناك يعني دراسة أنا قلت على العضل، ويتمها التي يمنع زوج يعني والدها من تزويقها، فالمحكمة تتولى هذا القانب، وفي كل حماية، ويتم تزويقها، والإفاظ عليها دون أن يحدث هناك أبداً أي إشكالية، نعم، توقد تصرفات فردية، توقد أخطاء فردية، ونحن شغالين في هذا القانب، ودنوفلي لا يتكلم فقط عن الحركة النسوية، أنا قهدي خلال أكثر من السنتين الآن، على توعية الأسر من خلال دورات، من خلال وراج، من خلال كتب، مقاناً لتوعية الآباء، والأمهات، والأباب، والأخوة، من أجل أن، يعني، إصلاح الحياة الزوجية، ترجمة النسي قنق، النسي قنق、、 click شكرا